سيدتنا أم موسى عليه السلام عليها السلام لما ذبح فرعون أبناء بني إسرائيل يستحيي النساء ويذبح الأبناء لرؤية أفزعته بأن وليدا منهم سيكون هلاك ملكه على يديه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم والعياذ بالله خافت على ولدية على موسى عليه السلام الله عز وجل الذي هيأه والذي رحمه لأنه سيكون من عباد الله المخلصين وسيقيم في الأرض مفهوم الصلاح والصلاحية ليراثة الأرض قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا مفهوم الإحاء هنا بمعنى الإلهام كما قالوا قديما انتهى وحي الأحكام بختم الرسالة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبقي وحي الإلهام للصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كالرؤية الصالحة مبشرات لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسولة قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أو من ستة وأربعين جزءا من النبوة إذن الرؤية الصالحة الوحي هنا بمعنى الإلهام كما أوحى الله عز وجل إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا هنا أوحى إلى أم موسى أنت خائف على موسى عليهما السلام أرضعيه فإذا خفت عليه لاحظوا أيها الأحباب رحمة الله عز وجل مع قدرته وهو الملك الذي لا يعقب على حكمه أو على فعله أحد والملك سيأتي معنى البيان الذي يتصرف في ملكه من غير أن يتوقف على إجازة الغير الملك القدوس جل جلاله قال أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم العقل البشري يقول الأم طبيعي أن تخاف على ولدها أرضعته فإذا خافت عليه من أن يقتله أو أن تأخذه الجنود عند فرعون ليقتله ليذبحه فهل من الخوف علي أن تلقيه في اليم أن تلقيه في البحر في النهر يعني كأنما نأخذه من قتل محتمل يعني قد يحتمل أن يذبحه فرعون محتمل لا قد يغير رأيه إلى موت حقيقي رضيع يلقى في اليم الهلاك الغرق لكن الله عز وجل أرحم به وبنا من آبائنا وأمهاتنا ترجمة نانسي قنقر